وذلك قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أي واذكروا نعمته فيما أنزله عليكم من الكتاب أي من القرآن يعني في القرآن والحكمة الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ترجمال لما في القرآن الكريم أي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الأحكام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أي الله تعالى أنزل كتابه لنتعظ به لنعمل به لنجعله منهاجا في سلوكنا وفي طريقنا وللك قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أي بالكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم والوعظ والموعظة ما هو؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ هو النصح والتذكير بما يجعل القلب لينا ويجعل الواحدة حذرة وللك قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لولا كتاب الله تعالى لما عشنا في أمن وأمان ولما طمأنس قلوبنا لولا مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لبقي الناس في جهاله لكن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسعد الإنسان في دنياه وفي أخرى بما يجعلنا سعداء مع أبنائنا وبناتنا ومع أزواجنا ومع العائلة ومع جيراننا ومع الناس أجمعين